العراق والدولار حكاية لا تنتهي فصولها مع استنزاف هذه العملة الأجنبية منه بشكل لا يصدق ومساهمة ذلك بانخفاض وتدهور الدينار العراقي الذي أصبح السؤال عن سعره محل تندر لدى العراقيين الذين يعانون أساساً من أزمة مالية بسبب فشل السياسات الحكومية الاقتصادية موقع إيران إنترناشنال أكد أن إيران والميليشيات الموالية لها هي المسؤولة عن عمليات تهريب ملايين الدولارات من العراق إلى إيران عبر أكثر من خمسة آلاف شركة وهمية أسسوها ومكاتب صرافة تابعة لهم فضلاً عن شراء بطاقات إلكترونية للتغطية عن عمليات السحب للمبالغ المراد تهريبها ويضيف الموقع الإيراني أن البنك المركزي العراقي على علم بهذه المعاملات وأن احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على البنوك العراقية بات مرتفعاً ويرى نواب في البرلمان أن الإجراءات التي قامت بها حكومة السوداني لمكافحة تهريب العملة لم تكن فعالة في ظل الفساد المستشري في مفاصل الدولة والذي يسهل افتتاح نوافذ أخرى للتهريب بديلاً عن الطرق التقليدية أكثر من 165 مليون دولار جرى تحويلها من إيران إلى العراق في أقل من شهر في عملية تبادل واحدة فقط بحسب تقارير صحفية وهو الأمر الذي تسبب في فتح أفعال مماثلة لعشرات من عمليات التبادل الأخرى على الجانب الآخر تتباين ردات فعل السلطات الأمريكية التي تصر على ما يبدو على محاصرة عمليات تهريب العملة الأجنبية من العراق عبر العقوبات المتتالية والتي تطال المصارف الموالية لإيران في العراق في وقت يؤكد خبراء اقتصاديون أن الإجراءات الأمريكية غير كافية لا سيما أن تبعاتها أطالت المواطنة العراقية وحده ذلك في ظل عدم الضغط على حكومة السوداني المنبثقة من الإطار التنسيقي والذي يصر على اتباع ذات النهج الداعم لطهران ولو على حساب دفع الاقتصاد العراقي إلى الهاوية